بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم طلاب وطالبات الصفة الثالثة الابتدائي مجددا في تكملة دروس مادة الرياضيات سوف أقوم بتقديم الدرس معكم الأستاذ إبراهيم العواجي ويرافقني في لغة الإشارة لأستاذ محمد الأكلبي اليوم درسنا هو عن أستكشف طرح الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام مع إعادة التجميع فكرة الدرس أعمل نموذجا لمسألة الطرح مع إعادة التجميع وهنا لدينا رابط الدرس الرقمي بإمكانك الدخول على هذا الدرس من خلال الرابط استكشف استعمل النماذج لإعادة التجميع العشرات والمئات أجد ناتج 244 ناقصا 137 في أول خطوة سوف نستعمل تمثيل النماذج ثم نقوم باتباع الخطوات التالية إذا أردنا أن نطرح العددين أو أردنا أن نستعمل النماذج في الطرح نقوم بماذا؟ بتمثيل العدد الأول إذن لدينا هنا سوف نقوم بتمثيل العدد له 244 لدينا كم أحد في هذا الرقم؟ أحسنتم لدينا أربعة أحد إذن قمنا بتمثيلها بأربعة قطع من الأحد ولدينا كم عشر هنا؟ أربعة وعشرات إذن نقوم بتمثيل أربعة عشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة ولدينا كم مئة؟ أحسنتم مئتان إذن نقوم بتمثيل المئتان بهذا الشكل الآن العدد عندنا هنا مئتان وأربعة وأربعة إذن اثنين مئتان قطعتين من مئتان وأربعة قطع عشرات وأربعة قطع من الأحد طب الآن انتهينا من الخطوة الأولى وهي تمثيل الشكل باستعمال النماذج خطوة ثانية وهي في بداية الطرح ماذا نطرح؟ منزلة أحسنتم منزلة الأحادي الهاتب are إذن ستقوم بطرح الأحادي لا أستطيع أن أطرح سبعة أحادي من أربعة إذن لدينا هنا الأحادي فلا أستطيع أن أطرح أربعة أحادي من سبعة أحادي إذن أربعة أحادي لا أستطيع أن أخذ منها سبعة إذن نحتاج إلى إعادة تجميع من منزلة العشرات أحسنتم إذن منزلة العشرات هو الأربعة إذا نعيد تجميع عشرة واحدة بعشرة أحد فيصبح عدد الأحد في السابق أربعة وأحد وإذا قمنا بإضافة عشرة أحد يصبح أربعة عشرة أحدا إذن هنا نلاحظ قمنا بأخذ واحد من منزلة العشرات ووضع عشرة في منزلة الأحد بإضافة الأربعة إذا نصبح أربعة عشر الآن نطرح أربعة عشر ناقصا سبعة إذن ما هو الفرق بين العدد أربعة عشر والعدد سبعة هو العدد سبعة أحسنتم إذن نقول أن أطرح أربعة عشر أحدا ناقص سبعة أحد يساوي سبعة أحد إذن نساوي 7 الآن انتهينا من الخطوة الأولى وهي طرح منزلة الأحاد الخطوة الثانية سوف أقوم بطرح منزلة العشرة إذن بعد انتهام منزلة الأحاد ننتقل لمنزلة العشرة أطرح العشرات الآن نلاحظ الذي كم 13 ناقص 3 إذن 13 ناقص 13 يساوي 0 إذن 3 إذا أخذنا منها 3 يتبقى لدينا 0 بعد الانتهام من طرح منزلة العشرات ماذا تبقى لدينا منزلة المئات إذن في الخطوة التالية نقوم بطرح المئات إذن لدينا هنا 200 ناقص 100 يساوي إذن 200 إذا أخذنا منها 100 يصبح 101 إذن الآن وبيستعمال النماذج كذلك 200 واخذنا منها 100 تبقى لدينا 100 إذن نقول أن 244 ناقص 137 يساوي 107 إذن الآن نستذكر خطوات استعملنا النماذج لتمثيل الشكل ثم طرحنا منزلة الأحد ثم طرحنا منزلة العشرات وآخر خطوة قمنا بطرح منزلة المئات أحسنتم نبدأ في استكشاف أو فكر في الخطوة الثانية لماذا أعد تجميع 10 واحدة بعشرة واحد لماذا قمنا بأخذ 10 واحدة ووضعها في منزلة الأحد بعشرة واحد أحسنتم لأن منزلة الأحد غير كافية كان لدينا أربعة ناقصا سبعة ولا أستطيع أن أطرح سبعة أعداد من العدد أربعة إذن نقول لأنه لا يوجد أحدا كافية لأطرح منها سبعة واحد أحسنتم طيب كذلك سؤال ثاني في الخطوة الثالثة ماذا لاحظت في العشرات عندما قمت بطرحها بعدما انتهينا من خطوة الأحد انتقلنا إلى خطوة التالية وهي طرح العشرات كم كانت الإجابة؟ أحسنتم كانت الإجابة صفر لأنه الأعداد متساوي إذن 3 كانت ناقص 3 فكانت الإجابة متساوية إذن عدد العشرات في المطروح والمطروح منه متساويين إذن نقول عدد العشرات في المطروح منه يساوي عدد العشرات في المطروح كذلك السؤال الثالث نقرأ السؤال لماذا أحتاج أحيانا إلى عادة تجميع أكثر من مرة في المثال السابق قمنا بعادة تجميع فقط في منزلة الأحد من آخر من منزلة العشرات لكن في بعض المسائل نحتاج إلى عادة تجميع أكثر من مرة لماذا أحسنتم لأنه يكون عند الطرح العدد المطروح أحسنتم أكبر إذن يكون عدد الأحد في المطروح منه أو في العدد المطروح عفوا أكبر من عددها في المطروح منه وكذلك في عدد العشرات في المطروح أكبر من عددها في المطروح منه إذا كان العدد أكبر إذا لا أستطيع أن أطرح العدد الأكبر من العدد الأصغر نقوم بإعادة تجميع إذا لو كان لدينا إثنان هل أستطيع أن أطرح منها خمسة؟ أحسنتم لا أستطيع فأقوم بإعادة تجميع الرقم الآن نبدأ في أتأكد استعمل النماتج لأجد ناتج الطرح سؤال رقم أربعة مئة وواحد وثمانون ناقصا ثلاثة وتسعون الآن قمنا بتمثيل العدد مئة وواحد وثمانون لهذا الشكل هنا لدينا مئة وهنا لدينا ثماني عشرات وهنا لدينا قطعة واحدة من الأحد ناقص ثلاثة وتسعون إذن سوف أقوم بأخذ ثلاثة وتسعون من هذه القطة في البداية سوف نطرح الأحد ناقص ثلاثة إذن الآن لدينا قطعة واحدة فقط في منزلة الأحد ماذا نفعل؟ أنا أريد أن أطرح ثلاثة قطعة من الأحد أحسنتم صحيح سوف أقوم بإعادة تجميع عشرة إذن سوف نأخذ عشرة ونقوم بإعادة تجميعها إلى عشرة واحد إذن نأخذ عشرة واحدة ونقوم بإعادة تجميعها إلى عشرة واحد الآن قمنا بتجميعها إلى عشرة واحد سوف نطرح منها ثلاثة إذن كم الآن أصبح في الأحد؟ أحسنتم أصبح لدينا إحدى عشرة إذن هنا واحد وهنا عشرة إذن إحدى عشرة قطعة واحد لدينا سوف نطرح منها ثلاثة إذن واحد اثنان ثلاثة كم تبقى لدينا في منزلة الأحد؟ نقوم بعد القطع المتبقية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثماني إذن أصبح لدينا ثمانية واحد الآن ننتقل إلى طرح ماذا؟ منزلة العشرات لدينا هنا تسع عشرات سوف أقوم بطرحها من النماذج نقوم بعد النماذج في منزلة العشرات كم لدينا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لدينا سبع عشرات فلا أستطيع أن أطرح منها تسع ماذا نفعل؟ أحسنتم نقوم بإعادة تجميع المئة إلى عشرة عشرة إذن نقوم بإعادة تجميع المئة إلى عشرة عشرات إذن نأخذ المئة ونقوم بإعادة تجميعها إلى عشرة وعشرة الآن كم أصبح لدينا عدد العشرات؟ في السؤال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهنا لدينا عشرة إذن سبعة عشر سوف أقوم بطرح منها تسعة أعداد إذن نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الآن قمنا بأخذ تسعة عشرة كان تبقى لدينا من عشرة في هذا السؤال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن أصبح لدينا ثمان عشرة الآن انتهينا من الطرح منزلة المئات لم يتبقى لديها أي عدد إذن صفر منزلة المئات الآن نقوم في قراءة العدد لدينا ثمانية أحد وثمانية عشرات إذن هنا ثمانون وثمانية أحد تصبح أحسنتم ثمانية وثمانون إذن العدد أصبح لدينا ثمانية وثمانون هو العدد المتبقي من الطرح ننتقل إلى السؤال الخامس كذلك نقوم بطرح العدد مئة وثمانية واربعون من العدد الظاهر أمامنا ثلاثمائة واثنان وعشرون سوف نطرح ثمانية أحد وهنا لدينا اثنان ماذا نفعل؟ بنفس السؤال السابق نقوم بإعادة تجميع عشرة واحدة إلى عشر قطع من الأحد الآن نطرح ثمانية نطرح ثمانية وآحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن كم تبقى لدينا؟ كم القطع في الأحد؟ أربعة إذن أربعة أحد الآن نطرح ماذا؟ منزلة العشرة كم تبقى لدينا عشرة هنا؟ عشرة واحدة وأريد أن أطرح منها أربع عشرات إذن كذلك أقوم بتجميع مئة واحدة إلى عشر عشرات نأخذ مئة ونقوم بإعادة تجميعها إلى عشر عشرات الآن لدينا عشر هنا لدينا عشر عشرات وهنا لدينا عشرة واحدة إذن نطرح منها أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة كم عدد العشرات المتبقية هنا؟ أحسنتم سبع عشرات إذن هنا تبقى لدينا سبع عشرات الآن نطرح منزلة المئات سأطرح مئة واحدة سأأخذ مئة واحدة إذن كم تبقى لدينا؟ مئة واحدة إذن تبقى لدينا مئة واحدة نقرأ العدد مئة وهنا سبع عشرات سبعون وهنا أربعة إذن مئة وأربعة وسبعون إذن الإجابة هي مئة وأربعة وسبعون الآن لدينا السؤال التاسع كذلك سوف نقوم بالطرح نبدأ في منزلة الآحد إذن هذا الشكل يمثل ثلاثمائة وثمانية سوف نطرح خمس قطع من الآحد إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة تبقى لدينا ثلاثة وآحد إذن هنا تبقى لدينا ثلاثة وآحد طيب أريد أن أطرح إذنان من منزلة العشرات ماذا نلاحظ؟ منزلة العشرات ماذا تمثل؟ أحسنتم صفر طيب كيف نقوم بعادة تجميع منزلة العشرات؟ صحيح سوف نأخذ مئة ونقوم بعادة تجميع إلى كم عشرة؟ أحسنتم إلى عشر عشرات سوف نأخذ مئة ونقوم بعد التجميع إلى عشر عشرات سوف نطرح منها أحسنتم اثنان إذن نقول واحد اثنان أخذنا منها اثنان كم تبقى لدينا من عشرة هنا نقوم بعدها أحسنتم ثمان عشرات إذن تبقى لدينا ثمان عشرات الآن ننتقل إلى طرح منزلة المئات كم تبقى لدينا من مئة اثنان سوف نقوم بطرح منها واحد إذن نطرح مئة واحدة الآن تبقى لدينا مئة واحدة فقط كم أصبحت الإجابة مئة وثلاثة وثمانون إذن تبقى لدينا مئة وثلاثة وثمانون الآن هنا لدينا السؤال العاشر كذلك سوف أترك لكم الإجابة على هذا السؤال لبعض الدقائق ثم نقوم بحله سويا بإذن الله سوف نتطرح هذه الأعداد باستعمال النماذج الظاهرة أمامك ثم سنقوم بإعادة حل هذا السؤال سويا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر الآن بعدما قمتم بحل هذا التدريب سوف نقوم بحله سويا ثم تتأكد من صحة إجابتك الآن لدينا في منزلة العشرات أو عفوا في منزلة الأحد سبعة ناقص ثلاثة إذن سوف أطرح من منزلة الأحد ثلاثة وآحد هل لدينا في منزلة الأحد عدد كافي لأطرح منها ثلاثة أحد؟ أحسنتم لدينا سبعة إذن سوف نقوم بأخذ منها ثلاثة نقل واحد اثنان ثلاثة كم تبقى لدينا من قطعة في منزلة الأحد؟ صحيح إذن تبقى لدينا أربعة أحد الآن سوف نقوم بطرح منزلة ماذا؟ العشرات إذن نقول ثلاثة عشرات ناقصا أربعة ونطرح من العشرات أربعة نلاحظ في منزلة العشرات كم لدينا عشرة هنا؟ ثلاثة هل نستطيع أن نأخذ منها أربع عشرات؟ لا نستطيع إذن ماذا نفعل؟ أحسنتم سوف نقوم بإعادة تجميع مئة واحدة إلى كم عشرة؟ أحسنتم إلى عشر عشرات إذن نأخذ مئة واحدة ونقوم بإعادة تجميعها إلى عشر عشرات الآن كم لدينا من عشرة في هذا السؤال؟ قمنا بإعادة تجميع عشرة وهنا لدينا ثلاثة إذن ثلاثة عشرات ثلاثة عشرات عشرات الآن سوف نطرح منها ماذا؟ أربعة وعشرات إذن نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة طيب هاي أبطال كم تبقى لدينا من عشرة هنا؟ كم تبقى لدينا من عشرة؟ أحسنتم إذن تبقى لدينا تسعة وعشرات إذن تبقى لدينا تسعة وعشرات الآن تبقى لدينا طرح منزلة ماذا؟ منزلة المئات إذن نقول سوف نطرح ماذا؟ اثنان مئتان إذن لدينا ثلاثة سوف نقوم بطرح منها اثنان واحد اثنان كم تبقى لدينا؟ مئة واحدة إذن تبقى لدينا مئة واحدة طيب هاي أبطال كم أصبحت الإجابة؟ مئة وأربعة وتسعون إذن أصبح الإجابة مئة وأربعة وتسعون إذن هذه هي الإجابة الصحيحة الآن في الطرح لابد أن نتأكد من العدد كافي لعملية الطرح إذا لم يكن كافي ماذا نفعل؟ نقوم بإعادة التجميع مرة أخرى من المنزلة الأكبر منها طيب الآن لو طرحنا مثلا ثلاثة ناقص أربعة مباشرة هل نستطيع أن نطرح ثلاثة؟ نقوم بطرح منها أربعة وعدات؟ أحسنتم لم نستطيع فقمنا هنا بعادة تجميع الرقم ولا أطرح مباشرة إذن لابد أن أقوم بعادة تجميع هذا الرقم إذن عند الطرح باستعمال النماذج نذكر لدينا أربعة خطوات من يتذكرها قمنا بذكرها في بداية الدرس أحسنتم في البداية عند الطرح استعمال النماذج ثم أقوم بطرح منزلة الأحد أحسنتم بعد الانتهاء من طرح منزلة الأحد نقوم بطرح أحسنتم كذلك منزلة العشرات بعد الانتهاء من منزلة الأحد نطرح منزلة العشرات ثم بعد الانتهاء من طرح منزلة العشرات يتبقى لدينا طرح منزلة المئات وبكذا نكون انتهينا من عملية الطرح باستعمال النماذج بالشكل الصحي بحمد الله وفضله نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه ونراكم بإذن الله في دروس قادمة في مادة الرياضيات وفي أمان الله اشتركوا في القناة